السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنشارك معكم ثلاث طرق لصناء المايونيز كلها سهلة وكلها ناجحة مئة بمئة وانتم خيروا الوصفة اللي تناسبكم يعني كل واحد وش يحب في المايونيز كيلي ما عندهم مش مشكلة المايونيز تحمي يكون فيه بيت كيلي يتحسوا من رائح حتى على البيت كيلي يحبوا المايونيز يعني تكون فيه زيت قليلة كيلي يحبوا يختموا كمية كبيرة تكفيهم مثلا كامل الأسبوع يعني كل واحد وش يحب في هذا الفيديو تقريبا رح تلقاوا كامل الأفكار مع طريقة التحضير للنجاح في الوصفة مئة بالمئة وانتم ما معلكم إلا تقروش من وصفة لتخدموه بيها ونذكركم إذا ما زل ما اضغطوش على زر اللايك لايك للفيديو فضلا وليس أمرا هكذا باش نشجع ونضيف لكم المزيد والمزيد من الوصفات المنزيلية الناجحة رح نظلوا كامل على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وسلام قلوا بسم الله وعلى بركة الله ندخلوا مباشرة في مقادير الوصفة الأولى عندي كاس من الزيت وعندي نصف كاس من الحليب البارد يعني قبل ما تبدو الوصفة ديالكم احكموا يعني نصف كاس تحليب ديرو في المجمد يبرد مليح مليح باش تقدروا تبدو هاد الوصفة عندي منزوج الى ربحة باتة فرمج مو ثلاثات تقدروا ديرو زج ملاخ كبيرة من هداك الفرمج لتشيروه تالبيتون احنا اخذت غيسي بيون وفرقت فيها الكميات الزيت راح نفرق نصف كاس تالحليب اللي بردنا مليح مليح هكذا باش تطلعنا الميونس داعنا بالخف ودرت كمية من الملح تقدروا تعدلوا الملح تاكم في النهاية وكذلك زج ملاخ كبار من الخل هنشوفوا الطريقة راح تاخدوا البغام بكسو اختاكم وحاولوا يعني اتثبته في منطقة او واحدة يعني ما تبدوش تحركو فيه لو كانت تحركو هكذا في البداية وفي كم الاتجاهات ما راحش تنجحو في الوصفة شوفوا انا رام ثبتته في الوسط يعني فوق هذوك الحبات تاع الفرمج ومبعد يعني نبدأ نحرك خير بشوية يعني هكذا باش يتنفس لي الخلاط فقط وما يتحرك ليش وين نشوف بلي المايونس داعي بدأ تتقر وبدأ تطلع نبدأ نحرك في كامل الاتجاهات هذا هو السر في النجاح في هاد الوصفة البغام يكسو اختاكم يبقى ثابت في مكان واحد لما تشوفوا يعني المايونس داعي بدأ تتقل تبدأ وتحركوها وفي كامل الاتجاهات هايلك النتيجة اللي راح تتحصلو عليها يعني نتيجة بثاف هايلا مايونس تقيلة ومن المرة الاولى يعني بدون ما تبردوها لما تبرد راح تتحصلو لنتيجة افضل بالنسب لهذه الوصفة يعني اللي هي بتحال الوحيد هو انه يبان فيها شوية هذك القوتاز زيت ولهذا يعني كل ما كترته الفرمج هتتحصلو لنتيجة افضل وحاولوا تنكه المايونس داعكم يعني ديروا لها شوية فلفل كحل يعني ديروا لها فص من الثوم يعني ديروا لها اي اعشاب هترية يكونوا متوفرين عندكم ما حاكدا راح تغطيلكم هلا هذك الرائحة متاع الزيت راح نروحوا الان للوصفة الثانية هاد الوصفة راح نديروها بالبيض عندي كاس تازيت وكذلك عندي هبه من البيض حتى لا يديروها بالبيض يعني فيها ادة طرق كينت harvest hang of my food كان العمل يعني على حبه تهي عبات يكاملة كينت vivaf유 symbolical هدى ما فقصت هذي ثقة الحبته تالبيض ديرت ملعقة كبيرة من الخل وجدت كمية من الملح ونرخل من الربع الى نصف ملعقة صغيرة من الخردل احنا يا راح تحكمو method يجب أن تنفذ الخلاط و تأخذ كمية قليلة الزيت و تدخلها مع هذه الحبة على البيض و في نفس الوقت ستطلع لكم هذه المايونيز و لو أن تنجحوا بها البيض عندما تنجحوا بك حال تفترخت احدها هذه المايونيز يدي العزيز من البيض تحبوا تنكوها بأي منكهات لكم الاختيار على كلها الوصفة الأخيرة كامل رح نديرها يعني وبعدة أدواق تقدروا يعني تاخدوا هاتوك الأفكار وتستغلوهم رح نروحوا للوصفة الثالثة هنعدي زوشكيسا من الماء العادي يعني من الحنفية وكأس من النشاو لطاحين الثورة بالنسبة لهذه الكمية يعني تديركم كمية كبيرة قريب كيلو تعال مايوناز اللي تحب تجرب ديري كاس تعال ما وديري نصف كاس من المايزينة يعني رح يمدوا لك هذا لك كميات كبيرة ناشا نزيد نفرغ فيها هادا كلمة يعني ما أعادي من الحنفية ونحاول نخلط كامل هاد المكونات يعني بارد في بارد يعني هنا رح نخدمو هاد العجينة نخلوها تبرد وبعدك بيها لح نخدمو المايوناز تعنا وهاد الوصفة يعني أسماء الثومية لكن هي تشبة إلى حد بعيد الوصفة تعال مايوناز وليهذا يعني دتلكم العنوان تعال وصفة مايوناز بتلف الطرق بعد ما خلطنا كامل هاد المكونات بارد في بارد نحطها فوق النار نحاولو ديرها على نار متوسطة لما تبدأ تتقن نقص النار وخلوها بعد ما تتماسك حوالي دقيقة أو دقيقتين فوق النار هاي لك العجينة اللي تحصلت عليها يعني عجينة ساميكة جدا إذا شفيتو هالمقادير درنا كاس من الميزينة أو الناشا ودرنا زوج كيسان من الماء هديك الكمية تقدروا حتى زوج كيسان وربع إلى زوج كيسان ونصف هكدا يعني باش هاد العجينة متجيكم شتقيلة وتجيكم سهلة في الخدمة هنا مباشرة هتفرغوها في أي غي سيبيون لأنه هاد المزيج ضروري نديروه يعني يبرد مليح مليح وبعد ما يبرد نبدأ ونخدموه به يعني إذا كنتو زربانين بالسف تقدروا هكدا وهي سخونة تخدمو بها لكن من المفضل تخلوها تبرد وتتماسك باش تقدروا تتحصلوا على نتيجة أفضل هنا دوك رح نخليها في درجة حرارة الغرفة لما يخللها كامل هادك البخار رح نغطيها ونخليها في الثلاجة حتى تبرد تماما بالنسبة لهذه الوصفة يعني اقتصادية وما فيهاش الزيت بزاف والنتيجة التحية يعني ناجحة مليار في المئة يعني تقدروا تجربوها وإذا عجبتكم أكيد رح تكون الوصفة المعتمدة عندكم هنا شوفوا هادك المزيج تع الناشا يعني ما رحاش يديلكم مدة طويلة يعني واحدة أربوع ساعة نص ساعة فقط رح تلقاوها كتلة وحيدة هاي الليك نتيجة لتحصلتها لها الان رح نجيبو الكأس الخاص بالعصائر ونخدمو به يعني تقدروا تديرو كذلك بالبغة مكسور تقدروا كذلك في يعني محطرة الطعام كامل نتيجة مليح أنا بما أنني درت كمية كبيرة يعني هاد الكمية تع الناشا قسمتها إلى ثلاثة مرات خصوصا للخلاط الكهرباء التحية يعني يكون ضعيف يعني ما يكونش قوي ما يقدرش يرفض لها كمية كبيرة وما يقدرش يعني يدور لها كامل هاد المكونات لأنه يعني هاد الخليط تع الناشا يعني بزاف سميك دارو رذو كان مي هوه ولن ديرو عدة سوائل هكذا باش يقدر يدورنا الخلاط التعن أنا شوفوا درت سوش فصوصة الثوم درت عصير تحبة من الليمون تقدروا ديرو قرصة صغيرة تحية مثل السيتريك أنا درت شية ملح ورح يعني نعدل الملح تعي في النهاية كذلك وعندي يعني سر تع النجاح في هاد الوصفة هو يعني حوالي زوج ولتلث مكعبات من الثلج أنا يعني نصيحة قلت لكم ليه الخلاط الكهرباء التحية تعيف ما يقدرش يدور لكم هاد المكعبات تع الثلج وما يقدرش يدور لكم هاد الخليط تع الناشا حاولوا ديرو كمية صغيرة تع الناشا وديرو يعني المايونيز تعكم على مراحل بالنسبة المكعبات تع الثلج حاولوا يعني تاخدوا كمية من الماء ديروها تبرد مليح مليح وضيفوها لهذا الخليط هنشوفوا مبدئيا درت حوالي 4 الى 5 مغارف كبار تع الزيت رح نبدأ نخلط ونبدأ نضيف ذوكا بالتنوب كمية من الزيت وكمية من الحليب كذلك لنخلط الكهرباء التحية تع الثلج حاولوا تسكرفجوا هاد الكمية تع الثوم هكذا بش المايونيز تعكم تجي ناعمة مثل الحرير هنشوفوا لما تحاولوا تدور هكذا في البداية ما رحاش يدور لكم هاد الخليط هاد الخليط وش نديرو نحكموا كمية من الحليب ونفرغوها من الفوق هايلك يعني نبدأ نضيفوا الحليب والزيت بالتنوب وهاد الوصفة يعني ما فيهاش مقادير يعني هي ميزانكم تبدأوا تضيفوا هاد السوائل وانتم ما تشوفوا القوام اللي يساعدكم هايلك احنا درت كمية من الحليب رح نبدأ نخلط شوفوا رغم انني قسمت يعني هاد وكل مقادير اللي درتهم على تلافة يعني الكمية النشة هادك طلعتها على تلافة مرات لما دخلت لي هادك الكمية تعال الحليب درت كمية واحدة اخرى من تعال الحليب هايلك يعني ديروا فقط يعني هاد المايونيز بزاف تقيلة متخافوش من السوائل اضيفوا هاده وراح تبقى لكم في هادك القوام الثقيل لما دخلت هذيك الكمية تعال الحليب رح نبدأ نضيف الزيت يعني تدريجيا بالنسبة لكمية تعال الزيت يعني هاد المايونيز ما تدلكمش كمية كبيرة تعال الزيت يعني نقدر نقولوا لهاد الوصفة اقتصادية هايلك انتوما يعني رح تشوفوا بالعين القوام ليساعدكم حبسوا فيه تحبوا تضيفوا كمية الزيت تحبوا تضيفوا كمية الحليب لكن فقط يعني ديروا في بالكم يعني ملاحظة واحدة داروا ديروا كمية الحليب هاكدا يعني باش تقضوا لهذيك الرائحة تعال ناشا والمايونيز تعهم يعني نجي في هذيك النكهة الحليبية ولهذيك النكهة تعال الحليب هنا طلعت تقريبا الجزء الاول شوفوا دوك نزيد ندير كمية واحدة اخرى ونعاود نطلعها كذلك وبنفس الطريقة فقط يعني هذو كذو شوص تهثوم يعني حاولوا اذا قسمت هذي الكمية على ثلاثة يعني ديروا فص تهثوم في كل مرحلة وإلا لم تحبش هذيك الرائحة يعني القوية تهثوم حاولي يأيما تديروا شوية فقط ولا استغني عليه كامل في الوصف هذي هي الكمية الثانية اللي طلعتها ونزيد نطلع كمية واحدة اخرى هذيك الصراحة يعني نتيجة تحد المايونيز من ارواع ما يكون كذلك حاولوا تنكه المايونيز داعكم هذي باي منكهات هكذا بشجيكم بنينة كذلك دوقوا المايونيز داعكم اذا كانت محتاج مثلا شوية ملح ديروها شوية ملح اذا ملقتوها مثلا قارصة تقدروا كذلك اضيف لها عصير تحبة ليمون تقدروا ديروها يعني كذلك مغرف كبيرة تعلخل يعني انتو ماء وما حبيتو شوفوا المايونيز داعنا شوفوا القوام اللي جات به يعني الصراحة لما زيدوا ديروها في الثلاجة يعني تولي تقيل اكتر واكتر ولهذا تقدروا يعني هذ القوام تديرو شوية سائل يعني تكتروا الكمية تاع الحليب ولما تديروها في الثلاجة يعني رح توليكم كذلك بالقوام المناسب واي وصفة تديروها يعني كل ما تخدموها بزاف كل ما رح تضبطوها يعني المقادير ديالها لانه يعني هذ الاشياء ما فيها مش مقادير مضبوطة كل واحد وش يحب كيلي حب المايونيز داعو تقيلة كيلي حب تكون شوية سائلة كل واحد وش يحب بالنسبة للمنكيهات ورد لكم المعدنوس المجفف شاركت معاكم الوصفة وش حال من مرة كذلك يعني عندي التوابل تعالفيني كغات هذو كلي وردهم لكم التانيين وهذا التوابل اللي باللون الأحمر او متوابل خاصين بالبيتزا يعني تقدروا تنكوه المايونيز داعكم باي حاجة تكون متواجدة عندكم في المنزل انا درك لكم المعدنوس المجفف بما انه يعني كاين في كامل المنازل تحبوا الوصفة دياله يعني درناها في عدة مناسبات وبعدة طرق راح نحاول نخلي لكم يعني وصفة او اثنان في صندوق الوصف هاي لك نتيجة اللي تحصلت عليها يعني نتيجة رائعة المايونيز داعنا يعني جات فيها ذوق رائع لانني عدلت الملح الداخا في النهاية زدت لها شياخل تقدروا كذلك لما تبدووا تضيفوا في هادك الحليب مثلا ديروا علبة من اليأورت الطبيعي تقدروا في الاخير كذلك مثلا ديروا الهزو شهبات ولا ثلاثة تاع الفرمج جيكم هذي كنكهة تاع الفرمج يعني كي ما حبيتو هاد الوصفات انتوما اللي تتحكموا فيها انا عدد لكم طريقة ولا الاساس داع اي وصفة من هاد الوصفات الثالثة وانتوما يعني وش طارتكم كون ربط بيت والطريقة تاحا كون ربط بيت واللمسة تاحا يعني المهم نديروا هاد الوصفات في المنزل احسن من اننا يعني نشرهم من الخارج وباثمان باحثة ركوشتوا يعني المايونيز لما تروحوا تشيروها يعني كمية صغيرة المبلغ التاحا يعني رح يكون بزاف كبير بالنسبة لهذه الناشا اللي بقاتلي خليت هاد الكمية يعني رح نخبيها فقط في الثلاجة يعني يومين على الاكتر ورح نختم بها كذلك كمية من المايونيز وإلا في البداية كامل يعني ديروا كمية صغيرة هاكدا يعني باشتخدموا بهذه الكمية تاع المايونيز لما تخلص لكم تزيدوا ديروا كمية او واحد اخرى وانا ملاحظة يعني هاد الانواة تاع المايونيز بدون مواد حافظة ولهذا الوصفة الاولى والثاني احاولوا يعني تلتي ايام تكونوا كملتوا هذه الكمية المايونيز هاد الوصفة الاخيرة عن ناشا تقدر تبقى لكم اسبوع في الثلاجة يعني ما يصررها حتى حاجة وصلنا نهاية الفيديو وفي الاخير مهلية إلا نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة